بالنسبة للجمعية كانت الفكرة اول شي ما نمت بالورا وكانت فكرة عبرة اليوم من الايام انه صارت في مظاهرة بالشليفين بلاتس فواحد كسر باب الكنيسة واجت الشرطة وعفز النظام والاطفائية وطردوا الناس من المظاهرة وانا زعلت يعني على الشي اللي صار انه السورة السورية يصير فيها هيك وقررت انه يمشي بالمشروع مشروع تأسيس الجالية السورية الحرة بالنمسا فصديقتي المانية ساعدتني بكتابة القوانين وفيه هون رفيق محمد الشلبي ابو جعفر حكيته وقلت له بنا نأسس جمعية لازم بدي فيرت ريتا ايجا لك ممكن واسسنا هاي الجمعية وصارت الناس تنضم العضاء تنضم شوية شوية اه عملنا كذا مظاهرة ومعرض الصور بالحي الاول كان معرض رائع اه هداف الجمعية هداف الجمعية هي نقل صورة حضارية عن السورة السورية بشكل حضارة ونقل صورة السورة السورية للشارع الالماني والشارع النمساوي باللغة الالمانية بشان يعرف شو ما يصير بسوريا ونبز التطرف وبغض النظرة عن العرق والطائفي والدين واللون اهم الخطوات اللي بدنا نعملها هو اندماج السوريين احرار بالمجتمع النمساوي من خلال شبراء كافي دولش كورس وهلأ بدنا نعمل كورسات لغة عربية للاطفال طبعا بحسب امكانياتنا البسيطة طبعا احنا كل هذا عمولوا من اشتراكات العضاء مجهودات ذاتية مجهودات ذاتية النمسا تشدد قواعد لم الشمل اعتبارا من الاسبوع المقبل وبتحمل تكاليف اضافية على طالبي اللجوء او طالبي لم الشمل طبعا استاذ مضوح يعني صراحة مثل ما في شيء غريب على النمسا يعني ما وعد به حزب الشعب بدأ بتنفيذه بشكل حقيقي اليوم بدأوا بموضوع يعني تشديد لم الشمل هو صاليا تحليل الدي ان اي هو شيء موجود في الاصل وحزب النيوز السيدة من حزب النيوز عفوا الناتقة باسم الاجانب من حزب النيوز قالت ان هذا الاجراء موجود ولكن ما الذي خرج عليه بنا اليوم السيد جيرهات كارنر وزير الداخلية قال اننا سيكون على الاقل واحد من اثنان سيقومون بعمل تحليل الدي ان اي فبالتالي خمسين بالمئة من من سيلم شملهم خلينا سيكون المصرح صحيح سينفذ عليهم تحليل الدي ان اي هذا اختبار عشوائي يعني على مبدأ انه طبعا هو ليس موضوع فقط تحليل الدي ان اي وزير الداخلية اليوم قال في المؤتمر الصحفي اليوم في وزارة الداخلية يمكن بالتزامن مع المظاهرة الي قاموا بها الشباب امام وزارة الداخلية والخارجية في كان المؤتمر الصحفي بالتزامن معه قال انه سيتم التجديد على وسيقة الهوية الشخصية على عقد الزواج على دفتر على اي وسائق اضافية تؤكد تؤكد ان ان فعليا يعني اه اه هذه العائلة صحيحة وهدول ابناء الشخص وهي والدتن فيعني هي بصراحة ليس الموضوع اكثر من ازعاج لطالبي اللجوء بان لم الشمل سيتم اه اه تشديده اه ولكن استاذ منضوح هنا لو اخذنا الموضوع من 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 منظور اخر باعتبار ان المسألة بصراحة هي ليست اكثر من مسألة انتخابية وزيادة في يعني الامور التي يعني تحاول النمسا ان 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 تصاعب بها على طالبي اللجوء المستفيد هو اليوم بصراحة هو من يقبض مبلغ ماذا ماتين وخمسين يور من سيقبلها هي المخابر المختصة بعمل حمد الديان اي اما هل هذا سيساهم بتصعيب لما الشمل لن يساهم بتصعيب لما الشمل لما الشمل قائم اه هذا منصوص عليه ضمن اتفاقية اللجوء الخاصة باللاجئين على ان كانت على المستوى الاموي باتفاقية جينيف لحقوق الانسان كل هاي التفاصيل فبالتالي فبالتالي حزب الشعب اليوم فعليا بدأ بالمضايقة الحقيقية كما تحدثنا سابقا ليس بالامر الجديد النمسا مقبلة على انتخابات بالتسعة وعشرين نوفمبر المقبل تريد حشد كافة الاصوات الكارهة للاجئين الكارهة للمهاجرين التي تريد يعني تخفيض وتخفيف الاعداد والارقام الوافدة الى النمسا تريد ان تقول النمسا رسالة واضحة للاجئين للنمسا لا تيجوا لعنا هذه هي رسالة النمسا اليوم النمسا تريد ان تقول لكل من يسمعنا ويشاهدون اليوم لا تيجوا لعنا شوفوا مكان اخر تروحوا لاله اعبروا النمسا وروحوا لمكان اخر وهلا على فكرة ان تقريبا كسر بصمة النمسا الى حد كبير اصبح وارد يعني اللي بيوجي على النمسا بيعمل بصمة الجنائية بالبداية بعدين بيكمل لالمانيا وهولندا والنير وجوة الدنيا وهالدول الاخرى تقريبا بيقدر يحصل على حق اللجوء والدليل اذا بتذكر بين قراءتنا الماضية كان في اكثر ما يصل الى عشرين الف طفل عبروا النمسا وايطاليا وبياناتهم ليست موجودة في النمسا ولكن ماذا سجلوا في النمسا وبعدين انتهوا فبالتالي البصمة التي بصموها هي فعليا هي بارة عن كلام فاضي وذهبوا يعني من وجود نظرك ان الموضوع ده مش كله تأثير ابدا ابدا ليس له تأثير المشكلة بانه اليوم اليوم عبدالحكيم المظاهرة اللي تظاهروها هن رافضين الترحيل هذا النغم الجديد هذا النغم المتطرف للغاية انا لا استطيع ان اصفه الا بنفس متطرف للغاية تحاول النمسا انتهاجه تجاه طالبي اللجوء ماذا الهاربين من الحروب الهاربين من الاسد الذي تدعمهم النمسا وغيرهم بشكل او باخر هنا القفز على المتطلبات المحقة للشعوب والاشخاص الهاربين من الحروب وهذه ليس كلامي يا استاذ هذا الكلام المنصوص عليه بالاتفاقيات التي النفسة موقع عليها طيب خليني انتقل للأستاذ عبدالحكيم يمكن انتو عمالة المظاهرة دي المظاهرة الاولى بالنسبة لك ولا كان فيه هناك تنظيمات لمظاهرات اخرى كان فيه مظاهرات سابقة مثل مظاهرة ذكرى السورات حضرها 4000 وفيه مظاهرة من اجل القصف على ادلب ضد القصف وكان فيه مظاهرة لمناصرة الحراكة السلمة بالسويدة وفيه عدة مظاهرات يعني تقريبا 5-6 انتو زي لما تكونوا عايزين تنظموا مظاهرة ازاي بيتم عملية تجميع الاشخاص او الدعوة للمظاهرة عن طريق التوك توك او عن طريق مجموعة الفيسبوك عنا مجموعة اسمها مجموعة جالي السوري الحرا بالنمسا على الفيسبوك بنكتب عليها بننشور عليها بشان العالم تجي او على التوك توك مثلا او بنعمل منشورات ممولة على التوك توك فيديوهات ممولة وبيكون هناك مشاركة طب حجم المشاركة بالنسبة للنهاردة اليوم اللي كان فيه المظاهرة كان حوالي ادية يعني الناس تقريبا بحدود الـ 400-1 يعني تقريبا 300-400 بس العدد كويس بما انه ضمن الاسبوع والناس بالكرسات بالعمل شغل فبقى العدد كويس فبقى الهدف من المظاهرة هو نقل صوت لاجئين سوريين او الثورة السورية بمعنى اصح للسلطات النمساوية اللي موجودان طبعا انت راضي عن حجم الاعداد اللي كانت موجودة النهاردة او شايف ان انت ادرت تحققوا الهدف من المظاهرة نفسها طبعا احنا حبينا نوصل صوتهم حبينا نوصل معاناتهم اللي هي مثلا رفض اللجوء رفض الطعن حتى رفيقه ابو امه اجاته اجاهم ترحيل يعني عم اقولولون يعني بعض الاشخاص اجاهم ترحيل بس الترحيل عم يجي بصيغة ابشي ابشي نخيغي هايماتلند وين هايماتلند بالاتحاد الاوروبية مو مسموح انه الترحيل على سوريا بس انه عم يكتبولون هادا الشي انه مشان يعملوا النمسا ان اتركتيف يعني غير مرغوب فيها للجوء وبنسبة للمشمل انا بعرف شباب وبعرف اشخاص صلون هنا تقريبا لتا 4 سنين ها بيحسنوا ينزلوا على تركيا حتى ما معهم جوا السفر ما معهم اي شي يعني يعني هما كل اللي حصل انه هما سجلوا نفسهم في قائمة اللجوء ولكن لم ترد عليهم المحكمة الى الان لم ترد في منهم معطوهم سني اللي معه سني حماية شوتس ما بيقدر يجيب اسري طالطول ما بيقدر يجيب اسري طالطول حتى ما بيعطوه جواز سفر نعم يعني بيضل هيك وحتى لما بمددوله سنتين كمان كمان ما بيعطوه ما بيعطوه جواز سفر وما بيحقلو لهم شمل لانه بس الاقامة الدائمة يحقلك تعمل لهم شمل وانتو النهاردة كانت المظاهرة عنوانها الاعتراض على قواعد تجديد لهم الشمل وكمان موضوع الترحيل موضوع الترحيل وموضوع الابتلينونك رفض طلبات اللجو في عنا ما بيجي رفض كمان يعني مش لم الشمل بس كمان مسلم مش ضد رفض طلبات اللجو يعني تصور واحد من إدلب قال لهم أنا أنا معرض للاضطهاد من مطلوب من النظام روسيا عم تقصف النظام عم يقصف وهي التحرير الشام الإسلامويين موجودين هني فقالوله وقالوله أنت لاجئ اقتصادي ما عليك شي إدلب آمن طب شلون آمن طب واللي عم يجي من مناطق نظام الشبيحة عم ياخدوا اللجو أنا هذا الشيء ما أنا عم يفهم طيب سؤال الأخير لك هل بالمظاهرة دي وانت شايف ان انت قدرت تتحققه الهدف منها اللي هو توصيل الصوت لليه منتظره من سلطات هل هو ممكن بالمظاهرة دي هيتم عملية تخفيف خواعد للم الشام ممكن يكون تخفيف يصير فيه تخفيف للم الشام إحنا كجمعية إحنا بس منوصل صوت نمو أكثر منوصل صوت الناس ومعاناة الناس إحنا منطلع منحتاج طريقة سلمية ما زبط التالي المرة منطلع ننطلع نرد مرة تانية بعد شهر ونص تقريبا عند البرلمان تمام بعد شهر ونص نطلع أمام محكمة حتى تجيب نتيجة يعني كتر من هيك ما فينا نساوي ربنا وفاك طيب خليني أخذ رأي زميل أحمد مراد إيه رأيك في المظاهرة بتاعت اليوم من ناحية الحجم والأهتاف وكمان الأسليب القادمة هل يمكن ده يكون استخدام موضوع المظاهرات وبإنها سلمية ولم تأزي أحد هل ده يمكن يكون أسلوب من أسليب التعبير عن رفض بعض القرارات اللي موجودة من السلطات النمساوية راحة بالبداية أنا فعلا لفت نظري يعني الشباب الأعضاء الموجودين بجمعية الجالية فعلا هن قدروا يخترقوا معادلة المظاهرات يعني هن نجحوا بشكل بطريقة استثنائية على حشد الناس الحشد هذا أستاذي يعني مثل ما أقل لك بمظاهرة فعلا أعتقد بشهر قبل رمضان بيوم بشهر ثلاثة ما يكتدي شهر تماما خرج يمكن أكبر مظاهرة بتاريخ النمسا إلى علاقة بالسوريين ما راح نبالغ يمكن بال2015 بال2015 بتخيل في مظاهرات كمان طلعت كبيرة كانت لوقتها لفتح الحدود ولكن بذكرى الثورة كانت فعلا مظاهرة تسير وليست متجمع يعني سابقا كان فيه مظاهرات تعملها تنسيقية موجودة بساحة اشتفى البلاتس فكان فيها يوجد أعداد ولكن مظاهرة مشت من ساحة من عند الفيسبان هوف تقريبا لساحة الميزيوم كوريتيري أعتقد صحيح أو من شن ريخت البلاتس تماما بالتالي قدروا قدروا يحشدوا هذا الحشد يا سيدي الكريم صحيح أن الإعلام النمساوي مع الأسف الشديد لا يكترس به يعني لا نشاهد تقرير رسمي لا نشاهد للصحف المرموقة تقرير رسمية عن هذه المظاهرات فيتم تجهله ولكن أين القوة؟ القوة هي فعليا عندما يشاهد الشارع النمساوي أن هناك حقيقة يوجد آلاف اليوم يطالبون بمطلب واحد تشاهد وتسمع حناجر السوريون في الشارع الشعب يريد إسقاط النظام بعد ثلاث إلى ثلاثة عشر إذا أربعة عشر عام اليوم ما زالت هذه المطالب موجودة بالتالي اليوم التواجد في هذا بصراحة بالمنطقة الحساس للغاية أمام وزارتي الداخلية والخارجية والمستشارية لا تبعد سوى مائة متر عن الموقع ومكتب الرئيس النمساوي أيضا لا يبعد أكثر مائة وخمسين متر عن هذا الموضع فحتما هذه المظاهرات لها قيمتها ولكن هل هذا الشيء سيردع أو سيعيد حزب الشاب عن مطالبه وعن هذا التشديد لا أعتقد أن هذه الأمور لأنه بصراحة حتى النمساويين اليوم عندما يخرجون إلى الشارع وعندهم مطالب معينة لا تتحقق هذه المطالب فمع الأسف اليوم العمل على المواطن النمساوي من خلال هذه المظاهرات مع أنه يمكن أنا اليوم يمكن أختلف شوي صراحة لأن موقع وزارة الداخلية والخارجية ما في عليها رجل كتير ما في عليها ناس كتير فيمكن مش كتير اللي يشافوا هذا الشيء طبعا بالمقابل اللي بيخدم هذا الموضوع هو الإعلام الإعلام هو يقوم بنقل الصوت الصورة التقارير يعني أتمنى يكون فيه درته تتواصله مع صحف نمساوية مهما كانت تكون تنزل أي خبر وبالتالي وبالتالي هذا شيء يبنى عليه أستاذ الكريم يعني اليوم في هذا التجمع نبني على تجمع آخر وآخر وآخر وبالتالي هذا الشيء سيؤثر والانتخابات المقبلة لا يعني كل بطولات حزب الشعب وغيره ستثمر كما يقول اللجوء قائم لم الشمل قائم الحماية قائمة كل شيء قائم في النمسا ولم يستطيعوا وكل ما نسمعه اليوم بصراحة الترحيل هذا الشيء شكلي وترحيل ناخيره هايمة هذا كلام فاضي سيد الكريم هذا كلام أممي هذا كلام أممي هذا كلام على المستوى الاتحاد أوروبي بدي يقرر لحتى يقدر يرحل لا يوجد اليوم من تاريخ بدء الصورة إلى اليوم سوري ترحل من أوروبا من تاريخ الصورة